السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الهيموفيجوسيتك ليمفوهيستيوسايتوزيس او ما يسمى بالHLH اكيد حضراتكم شفتوا الحالات دي قبل كده وطبعا الناس اللي شغالة في الانكولوجي هتبقى مع الHLH والتريتمت بالذات انا هقول يعني الحالات بنشوفها ازاي وبنشوك فيها ازاي حقيقة احنا في المستشفى الاطفال في ابو ريش مش بنعالج حالات الHLH افوي ساسبكتد كده بالكتير قوي بنبدأ بس يعني سابورتف ترابي كده وبنرفير على طول على الانكولوجيست هو اللي بيكمل العلاج معها وبالذات معهد مصر ولكن ده مجرد بس كده يعني دردشة في الموضوع اسبابه ايه الباثوفيسيولوجي ايه الانواع الكريتيريا توداياجنوسيز زي يعني الانيشيال وورك ابل مفروض يتعامل والعلاج باختصار ان شاء الله طيب اتمنى يكون الصورة موجودة يعني الصورة دي كانت موجودة اونلاين هي متسمينه الفيلم يعني الجديد the angry macrophage a story about HLH القصة كلها ان المacrophages stimulate or over stimulated وفي hyper inflammation او hyper inflammatory response وبالتالي أدأ الى كل الفيتشيرز اللي هنشوفها سواء كانت clinical او lab up to end organ failure طيب HLH stands for a primary or secondary primary this is genetic or inherited form and we call it familial type hemo phagocytic, hemo is blood phagocytic cell that eat engulfed or eat the cells lympho histiocytosis histiocytosis is an example of histiocytes or macrophages norm of white blood cells and lympho is related to lymphatic system liver and spleen and lymph node ذا من الاسم يعني جي من كده طيب مقدمة هو syndrome of extreme immune activation by polyclonal macrophages ومن هنا جي الاسم hemo phagocytosis الفيجوسايتس دي أو الماكروفيجس الابنورمل دي هتظهر في البون مارو ممكن تظهر كمان في lymph node biopsy أو splenic aspirate أو كده طبعا splenic aspirate بقت حاجة يعني محدش في عملها دلوقتي بس هي بتبقى موجودة في الليمفويد system وبتاكل الاريثروسايتس واضر بلد سيز وتؤدي الى السايتوبينياز اللي بتظهر ولكن النقطة المهمة هنا ان الهيموفيجوسايتوزيس ما هياش specific ولا sensitive للHLH يعني اعين الHLH مش لازم يبع عنده هيموفيجوسايتوزيس في البون مارو يعني failure to obtain هيموفيجوسايتوزيس في البون مارو is not against الHLH ولا وجود الهيموفيجوسايتوزيس في البون مارو is specific for HLH ممكن تحصل مع حاجات تانية كتير هي جزء او كراتيريا ملكراتيريا اللي بجمعها على بعضها للمريض طيب الانواع هي primary التفقنا اللي هي inherited او familial ان العين عنده genetic defect genetic mutations بتخليه يحصل له هذا syndrome او secondary in response بقى l malignances l aromatological disorders l immune system dysfunction even to drugs وهكذا طيب ايه القصة ايه قصة الHLH اصلا خلينا نقولي الاول انه الماكروفيجيس دي هي نوع من انواع ال white blood cells بتسير as an antigen presenting cell يعني انبقى فيه foreign engine هي بتقدمه الى l lymphocytes تمام والماكروفيجيس كمان بتطلع cytokines بتعمل tissue destruction تعمل organ failure اوكي وكمان الماكروفيجيس بتengulf cells من اسمها يعني بتعمل فكرة الengulfment of cells طيب اللي بيحصل الابوكتوزيس ولكن في ال HLH الكيلينج بيبوز يعني كأن الcytotoxic T cells والnatural killer cells بيزين مش عارفين يقوموا بمهمتهم كافية حتى لو كان عبادهم كبير يعني ممكن يعودوا يتجمعوا بس برضو مش قايمين بالمهمة وبالتالي الماكروفيجيس هتفضل تزيد وتبروليفريت وتطلع cytokines بقى كتيرة جدا الانترفيرون والتومر نيكروزيس فاكتور الانترلوكنز ستة وعشرة واثناشر والcirculating CD25 اللي هو ماركر مهم في التشخيص ويعمل وتعمل ما يسمى بالcytokines storm اللي ممكن تؤدي الى ان العين يموت فاكرين الcytokines storm اللي كانت بتحصل في الكوفيد هي حاجة شبيهة بكده immune over stimulation immune over activation يؤدي الى tissue infiltration و multi organ failure خلاص الفكرة انها vicious circle يعني هي cytokines هتعمل stimulation اكتر للT cells الT cells اصلا مش عارفة تشتغل في وذكتها مش عارفة تحقق cytotoxicity function بتاعتها وبالتالي تفضل macrophages تزيد وتزيد وتزيد وتاكل في الخلايا البون مارو وتاكل في خلايا الدم وتاكل في ال red cells وال white cells وال plateless تعمل engulfment phagocytosis وتنفلتري في التشوز وتؤدي الى enlargement لل liver والسبرين ده باختصار pathophysiology طبعا هو يعني مكتوب حلو جدا جدا في الكتب والapp to date كاتبه رائع جدا تفاصيل تفاصيل مهمة يعني انا بقيدة شوية عنها ومش عايزة يعني ندخل في التفاصيل بس دي الفكرة باختصار طيب هو الموضوع ده بيحصل لوحده ولا يعني فاجأة كده اليمين سيستم بيتجنن احيانا عندي حاجة وعملت دي كلها والتريجر ده مش معناه ان هو بس بيحصل في الحالات السكندري اللي هي بوست بيرل مثلا او بوست بسلا زي في بيحصل حاجة اسمها أو مثلا لنفومة ولا حاجة فده تريجر لا هي التريجر ممكن يحصل حتى في الحالات الفاميليا يعني وجود تريجر او ايدنتيكيشن اوف تريجر مش معناه ان الحالة مش فاميليا لا هو خلاص التريجر دخل العيان في او اللي حصل بصرف النظر هو فاميليا ولا هو سكندري لالامراض اللي هنقولها بعد كده طيب الفكرة هل انا مهم اوي افرق ما بين البرائمري والسكندري هو مهم later on لكن initially يعني العيانين معظمهم جايين بfeatures similar لبعضها يعني قريبين جدا من بعض فانا لو قعدت استنى افرق هو برايمري ولا سكندري ممكن اتأخر في العلاج وتأخير العلاج ده ممكن يموت العيان فانا محتاج ومحتاج اكون سريع حتى بالسابورتب والحاجات على الأقل الستيرويدز اللي في الاول مهم ان انا اعرف طبعا الاندرلاين بس ما اخرش العلاج في انتظار النقيب الزر تمام يمكن يعني هتفرق اللي هو اللي بعد كده هتفرق في كل حالة يعني في حالات اللازم هتزرع مثلا في حالات اكيد هتاخد كيمو ثيربي يعني دي غالبا بيبقى امفكشن وال ديفرنت سكندري كوزس يعني او سكندري فيتشرز او سكندري كوزس الاتش 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 او الامين دي سريوليشن او الوتو انفلاماتوري سندروم طيب انا باخد وبيعمل اجزامنيشن وبعمل زي ما بابروتش اي عيين هل الاتش الاتش لها سن محدد يعني هي مثلا اكتر في الاطفال اكتر في الكبار هو قالوا ان الاشهر اجزي بتحصل فيه في الانفانسي من اول الولادة لحد 18 شهر ده اكتر سن ممكن تيجي فيه ولكن هي بتيجي في كل الاتش ده بتيجي كمان في الادلس بس نبقى عارفين انه كلما السن كان صغير كانت فرصة حدوصها اكتر وكمان في الحالات الانهارتت كلما السن كان صغير انا اكتر نحية الحاجات فعلا اللي ليها جناتك بيجراند طبعا في كده لله قالت انه في دايجنوستيك كريتيريا حضراتكم احسن مني وحفظنهم وعارفنهم بنشخص اله ازاي يا اما عندي موليك دايجنوزيس يعني انا ايدنتفايد الباتوجينيك ميوتيشن اللي عملاي للموضوع ده اشهرها اقولها دلوقتي مشهورة فيها ال HLH او انه يبقى عندي خمسة من تمانية كريتيريا ايه هما بقى التمانية كريتيريا اللي هكتر منهم خمسة واحد فيذر اكتر من ثمانية وثلاثين ونص اتنين سبلين ومجلي تلاتة يكون عندي سايتوبينيز والسايتوبينيز متبقاش حاجة سينجل لا تبقى على اقل في او سايتوبينيز هي مقلب من اقل من تسعة ثلاث اقل من مئة الف والابسوليوت اقل من الف تمام طيب الهي مقلب من اقل من تسعة في الاطفال الصغارين يعني اقل من شهر هقول همقلب من اقل من عشرة مش هقول اقل من تسعة طيب يبقى دي تالت حاجة قلنا رابح حاجة رايجلس رايتز عالية وفايبرينجين ولاقي رايجلس رايتز اكتر من 265 ميلي جرام برديسيليتر والفايبرينجين اقل من واحد ونص او اقل من 150 ميلي جرام برديسيليتر سواء الاتنين مع بعض موجودين او واحدة منهم يعني واحدة منهم حسب كريتيريا الاتنين مع بعض برضو وان كريتيريا طيب عملت بون مارو لقيت هيموفيجوس عملت الان في نوب دايوبس لقيت فيها هيموفيجوس او الناتشرال كيلر سيل اكتيبتي لو او افسنت مفيش خالص احنا اتفقنا ان فيه في الفونكشن بتاع الناتشرال كيلر سيل فريتين اكتر من 500 وهنقول هنا بس شوية حاجات في الفريتين والسوليبل cd25 او الانترلوكن 2 ريسيبتور عالي ايه بقى فما يخص الفريتين ان البروتوكول ده اللي هو سنة 2004 بتاع الHLH قالت فريتين اكتر من 500 ولكن فريتين فوق 3000 يعني نحيتها شوية وفريتين اكتر من 10 000 يمكن العشر تلاف دي بتحصل في حاجات محددة يمكن في الMISC كانت بتبقى ارقام عالية كلكم حضراتكم شفتوها بعد الCOVID الارا اللي كان اطفال كتير دخلت في Inflammatory disease بعد الCOVID النونيت تلهيم وكروماتوزيس ممكن يبقى الفريتين عادي كده جدا مع لفرس الفيلير ولا حاجة لكن خصوص الHLH الكريتيرا اللي مكتوبة في هي اكتر من 500 نانو 500 نانو جرام برميل ولكن فوق العشر تلاف وفوق الثلاث تلاف انا برضو نحي في الHLH خلاص والانتر لوكن تو ريسابتور اكتر من 2400 يونت برميل دي الارقام اللي مكتوبة طيب فيه هنا نقطة هل هل لازم في كل العينين احقق الخمسة من تمانية ساعات بيبقى عندنا عين كده احنا حسين انه الHLH بس برضو مش قادر امسك في ايدي الخمسة من تمانية فانا مش عايزة نبقى يعني ولا نبقى العين عشان ما يدخلش في كان ممكن تتلحق يعني في حالتها بقى نحيتها اكتر يعني ما ما اخرش العلاج لان انا مش قادر احقق بالظبط بالظبط الارقام مش اخصر حاجة حتى لو بدأت والعين بدأ يتحسن الاندرلاين اتيولوجي بتاعي بدأت احسنه الانفكشن حسنته وهكذا طيب في حاجة كنت عايزة اقولها هنا نقولها لما نوصل لها ان شاء الله الkey to diagnostic form of inherited HLH ان عندي مشكلة في الفاميلي الطيب ده الانهيرتنس بتاع اوتوسوم الريساسر في بقى حاجات كتير قاوية وميوتيشن كتير جدا production في dysfunction البروتين function نفسها والترانسبورت والإجزو بتاع البرفورين كلها قدت في النهاية ان انا مش عارفة اكل ال infected target cells اللي شايلة المايكروب او كده اللي انا عايزة اعمل لها كنين مش قادرة اعملها وبالتالي يعني عندي عطل او شلل في ال cytolytic function بتاعت T cells cytotoxic والnatural filler فتطلع الانفلاماتوري cytokines كتيرة تعمل ميكروفيج اكتيفشن وارجن انفلتريشن وهي المسؤولة عن كل بتاعت ال HLH يمكن دي ال inherited syndromes مع ال HLH من اشهر الحاجات يعني دي اشهر الميوتيشن اللي مكتوها والسندروم اللي كاتبينها الفاميلي ال type 2 3 4 5 والشي دي كهجاشي وال وكتب ال بتاعها معظمها وتسوم الرساسف بعد X-linked هو يسمو X-linked فهو X-linked طيب ساعات ساعات بنحتاج نعمل هول اجزوم يعني مهم يعني اوقات معينة باحتاج اعمل هول اجزوم او اعمل جيناتك اناليسز او جيناتك تاست لي لل HLH لو انا مش لقيا سبب لو انا مش لقيا سبب واضح هتطر اعملها وخصوصا في الاطفال الصغيرين هي ميزة ال genetic testing او genetic diagnosis انها مهمة في الحالات الفاميلي لان انا اقدر اعرف الريسك بتاع الفاميلي دا اي طفل ممكن يكون فيه طفل تاني affected الحاجة التانية ممكن ت لو انا عندي defective mutation هي مش بتتعالج بال support الثرب اللي انا بعالجها يعني مثلا العين عنده defective steroids وتخاف وبعدين رجعت انا كده ما عليك توش هو المشكلة عنده لازالت موجودة معارفة genetic background هتفيدني لانه ممكن العين دا مغالبا مع recurrence هيحتاج bone marrow transplantation وإلا الموضوع هيفضل يتكرر لحد ما يقول على عكس secondary HLH اللي كانت نتيجة مثلا rheumatological disorder وتصلح خلاص او نتيجة infection يعني من ضمن синدروم المشهور فيها كده HLH يعني حاجة اسمها greseli greseli syndrome بقى immune deficiency disorder بقى معاه في hypo pigmentation انا شفت حالة واحدة greseli ايام النيابة من زمان جدا يعني هو مش جاي انه يقول انه greseli هو بيبي جاي ب features of HLH بس كان شكله كده غريب شوية مش هانس لون شعره ولون شعره silver كده بيلمع عنده hypo pigmentation delay شوية او عنده neurologic insult مش مخهومة والplatelet قليلة حاجة بسيطة العين ده عادنا نقرأ وبعدين لقينا ان البيسيلي ده بيتشخص بهير tough analysis يعني بيبصوا على pigments في الهير sample يعني مثلا انا اتشخص بيه انا فاكرة القصة دي ويعالج حالة ال HLH وبعدين اتحول عشان يزرع تاني синدروم هو الشيديك هجاشي الشيديك هجاشي برضو ده بيبقى عنده partial helip albinism شعره فاتح كده ولونه ابيض شوية بنشك ساعات لما تلاقي الام مثلا لونها عادي امحي كده ولدها تاني نفس اللون والبيبي ده ابيض زادة عن نزوم شعره مسفر قوي دايما بيلف تنظرنا الحكاية دي عنده مثلا عنده سايتوبينيا والشيديك هجاشي لي يعني بين تحت المايكروسكوب بلود فيلم تمام وبرده ممكن يكون معا Neurological Features في ايه تاني في سندروم انا مشوفتوش بصراحة قبل كده بس هو مكتوب اللي هو الهرمانسلي بوذلك سندروم ده مع اوكليوكوتينيس البنيزم برضو مع وفي اللايسينوريك بروتين انتوليرانس مع بلمون ريبيت بلمون ريبيت و بليدين واميون ديفيجينسي وفي الكرونيك جرانيولوم تسيعة تقريبا كل الاميون ديفيشنسي ممكن يبقى معها HLH بس دي الحاجات المشهورة في برضو بيعمل HLH وخصوصا ABV ونقطة دي دكتور عبد الرازق تفضل مشكورا قال لنا عليها لما كنا بنكلم عن الابي في لما بييجي في عيان معين لو عيان الابشتاين بار او ممكن فعلا يموت نتيجة هم عندهم ديفيج لا يتحملوا ووجود الابي في فعلى طول بيدخل في HLH و طيب في حاجات تانية في حاجات زي الكوزاكي مثلا وهو الكوزاكي ده هو مش بس هو ممكن يبقى طبعا طيب الفاميليل قولنا في هو اشهر حاجة لحد 18 شهر اللي هو اول سنة ونص في 90% من الحالات سبلينو مجالي تقريبا في 100% من الحالات هباتو مجالي ماشي دي الحاجات الارلي ممكن يبقى معي ممكن معي سكين راش نيرولوجيكال فيترز سيجر بقى إرتابلتي هايبوتونيا كومفولجنز أتاكسيا أو مجرد 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 ممكن يبقى عندي حاجات كارديوفاسكول حاجات طالمونري وحاجات رينال رينال فيليا يبقى عندهم مثلا هايبوناتريميا يبقى عندهم حاجة من الحاجات دا العلاج احنا ادينا ايه عندنا احنا ادينا اول حاجة ما دخلناش بقى في طبعا أسادتنا وزملائنا في أكيد اشتغلوا الحالات دي وعرفينها كويس بس انا مجرد كتبت البروتوكول اللي مكتوب احنا بنتدو على عشرة مليجرام برميتر سكوير لمدة اسبوعين وبعدين بقل لكل اسبوعين لخمسة وبعدين اثنين ونص وبعدين واحد وربع في خلال من ستة لثمان اسابيع لو العيان المفروض تحسن وكان حاجة ممكن الا بقى لو انا عارفة ان في او العيان ده عنده ديزيز تاني لازم هو المفروض يتعالج بيكمل او على حسب هيحتاج زرع ولا لا دي جرعات الميثو تريكسيت الانترافيكل وفي مونوكلون الانتيبودي تاني اجانست الجاما انترفيرون انا مش عارفة ايماب لوماب وفي اخيرا الزرع الالوجينيك ستم سيل ترانسبلانتيشن بعد الكيمو ثيراب المين للعينين الفاميلي الدزيز زي ما اتفقنا لانه مش هيخف انا مجرد بسطورت وبشيل الفيتشرز مؤقتا بالستيرويد بس هو الاصلة ما تعالجش او انه حاجة مش فاميلي البس ريكارانت او بيرزيست ما بتحسنش طيب على الستيرويد ما بتحسنش على الكيمو ثيرابي تطعم ايه هسيبه لا هي يضطر ان يعمل في الاثر طيب هو ده الالجوريزم مكتوب في يعني لو انا عندي لله لله لو هو ببص على وبحاول اعالج العين تحسن خلاص ومعندي هتابعه واشوف هتحسن تماما ولا لا لا ما تحسنش هبدأ الكيمو ثيرابي وخصوصا لو كان معاه يعني في وجود السين از ديزيز او ان هو من الاول فعلى طول مش هستنى هبدأ ستيرويد بال ثيرابي وعلى حسن هتحسن هتابع مش هتحسن هدخل على طيب هي يعني حوالي شهرين يعني الكيمو ثيرابي والإيمون سابريشن هتطول للسيرفايفل شوية بس الحاجة الوحيدة هي البون مرو ترانس بلانتشن هنا كتبين بلانتشن 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 يعني حتى اللي هما الاكوار ساكن بلانتشن او سبورادي بلانتشن لو سيفير او بلانتشن بلانتشن يمكن ده بيحسن شوية بس برضو بيحصل يعني مش سبت قوي دي بس يعني مشاكل الزرع بكل انواع الزرع الحقيقة مختلف عن الميلو في كده خيب ده الفاميليل اتش ال اتش يبقى الفاميليل انا عندي هي اللي عملتلي كده خلاص وجالي صرع الموضوع او اظهر خيب نيجي الانفكشن اسوشياتد اتش ال اتش هما بتاعت الاطفال دول شبه بالزبط الفاميليل ما فيش فارق عندهم برضو وعندهم السايتوبينياز وعندهم الفيفر وهكذا اشهر حاجة هو الابشتاين بار وفي كل الفيروس والهربس والهاتش اي في وحاجات كتير بتعمل كده بس اشهرهم الابي في ويمكن الريتوكسيماب في الحالة دي بيستخدم بيستخدموا الريتوكسيماب في الابي في الاسوشياتد الاتش الاتش الريتوكسيماب اللي هو المونوكلون الانتي بادي الانتي لو انا عندي انفكشنز بكتير انفكشن لدي انتي بادي الناس اللي عندها زي بالزبط زي الفاميلية اللي هتحتاج بون مارو ترانس بلانتيش زي ماما الماليجنسي شود بي كونسيدرد في العينين اللي عندهم اللي هيقدوا ستيرويدز وخصوصاً لو كانوا اكبر شوية وكانوا دي انواع التيومورز اللي ممكن يحصل مع هيموفيكوستيك سندرومز محدش طبعاً يسألني فيها لان انا ما عرفاش خالص مجرد المكتوب يعني الال والامل الميلومة تايمومة تارسينومة او الليمفومس بقى بانواحها بعد ما انخلص ان شاء الله دكتور عبد الرزق هيقول لنا في ال 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 المكتوب بس انه ممكن كده هي مع علاج ال 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 هبدأ بي على طول ساعات العيان الاورام اللي خد كيمو ثرابي دخل في فدخل في ال 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 ثرابي في ساعتها بيوي بقى ان احنا نوزن هل نوقف الكيمو ثرابي ونعالج الموضوع الاول ولا نكمل ونريد التريتمين الله اعلم طيب نيجي للمس او ال 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 ماشي مع الحاجات ال ال نتيجة ال برضو للم اشهر حاجة ممكن يحصل في ممكن يحصل في حاجات تانية كتير ولكن اشهرهم مشهور جدا في ال يعني بيتميز في حاجة كده شوية طبعا عيني كتير قوي بيتلخبطوا مع عين لو كيميا يقولوكو شكل العين دخل علينا عن ممكن يكون ثمان تسع سنين شكل و عنده عنده نورموسيتك أنيميا و عنده البليتلت عالية تمام ممكن يبقى مع يوتروبينيا كمان بس تجي تبص عليه عنده سبين عنده كده وشه يعني ممكن يبقى ظاهر وممكن لا بس هو عين وعنده أنيميا و نيوتروبينيا وعنده سبينوميج ايه رأيوكو في العين ده أول حاجة هنقول عليه مالجنس هقول عليه لوكيميا ما يوميز ال جي اي اي يبقى معاه الثرومبوسايتوزيز يعني اللوكيميا عادة بتبقى قليلة ولو أن برضو لا يستبعد اللوكيميا بس برضو ده الفرق يعني اللي هو الطفيف شوية بين اللوكيميا ها بتلخبطه جدا مع بعض في الشكل يعني طيب عينين اللوكيميا دول بيدخلوا في بنسميه ساعتها ماكروفيش اكتيبيشن اللي بيحصل ساعتها بقى اللوكيميا ده بيبقى الاسر عالي بليتلس عالية أول ما يدخل في الماس تلاقي الاسر نزل وال سايتوبينيس بقت اجريسف بليتلس نزل يتخلص خلال أيام ولو العين ده ما تعليقش بسرعة بستيرويز وآي بي آي جي ممكن يموت فعلا في خلال أيام عيان الاتش الاتش ده من أسوأ العين يعني أسوأ العين لو أنا ما لحقتوش لكن لو لحقتو بصراحة بدري تدخلت بدري بيتحسن تماما أخلي بالنا في عينين الروماتولوجي اللي بتقوله فيما يسمى الاتش الاتش أو الماس سندروم وأخلي بالي إن أنا ما أتلقبتش بينه وبين عيان اللوكيميا ليه بقى بقول كده لإن ساعات ال جي اي اي ده أفتكره جي اي اي وأنا كده يعني من غير ما يبقى عندي السنة تشكة أو تقنيب للضمير ومعملوش بون مارو مثلا وابدأ قلوه ستيرويدز هو يتحسن وهو مش جي اي اي هو هو لوكيميا والستيرويدز اللي أنا عدتها غيرتلي البكتشر بتاعت البون مارو وخلتلي البلاس اللي كنت هشوفها معتش شايفها ويتحسن سنة والأورجنز تقل شوية أو المفومة تلاقي الحاجات تقلت شوية فانت كده الظاهر ظاهر الأمر إن احنا خلينا عين بقى كويس بقى مش سخن وا 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 لكن وقع الأمر وحقيقة الأمر إن احنا ويدليد الدياجنوزز بتاع الماليجننسي وضرنا العيان أكتر ما في دناه كان حد من زميلي يعني أنا يعني بحترم رأيهم جدا كان دايما يقول العيان اللي جاي بهايبر انفلاماتري ستيت توكسيك والانفلاماتري ماركرز كلها عالية جدا جدا وأنا ماشي قوي ناحية الكولوجين بسكلر بليز بليز سكرين فور ماليجننسي نعمل له سيتي عبدومن وبلبس نبص على أورجنز نبص على لينف نوز لا يطلع العيان دا عنده هيدن ماليجننسي وإحنا وجاية بالهايبر انفلاماتري ستيت وإحنا فاكرينه الكولوجين وإيه بنيديله بمنتهى البساطة ستيرويدز كفيرس لاين ترافي طيب عشان هو سيريوس يبقى لازم ستيرويدز أهو كاتب ستيرويدز بعد البون مارو لازم بعد البون مارو عشان أطمن مفيش أي ساسبيشان وماليجنسي وإي في آي جي والستيرويدز اللي بديها بكمل عليها شوية وبعمل سلو تيبرينج عشان ما يحصل ليش إيه ريلافس أو ما يحصل ليش اندوكراينا لا وقدرينا الاناكينرا بقى دا من شغل برضو الروماتولوجي بساعد بيستخدموه في السايتوكاين ستور وبعد كده لو العلاجات البرايمير دي ما جابتش نتيجة هدخل على زي ما قولنا قبل كده في حالات الماليجنسيز يعني هي السلايد دي عشرين عشرين حاطت بس كلها في السلايد واحدة دياجنوزيس الكلينيكال فيفر وهداس رينوماجالي ايه الحاجات السايتوبينيا زي البون مارو في ايه البرايميري والأكوار التريجرز بتاعتي والعلاج انيشيال و سمتمتوماتيك و سابورتي طبعا تفاصيل تفاصيل طبعا ده اختصار مخل في الاتش الاتش ده فيه تفاصيل كتيرة جدا جدا في العلاج وفي متابعة المريض ازاي والكلينيكال ريسبونس ازاي كتير قوي بس عشان انا ما اشتغلتهاش اصلا انا كل اللي بنعمله بنشك في العيان وبنفكر انه ونريفير معرفش بيحصل له ايه بصراحة لما بوادي ان شاء الله يكون كويس بس انا طبعا ممكن ابعتلكو برضو لينك لان انا قريت حاجات فعلا مفيدة جدا فيه وكاتب التفاصيل كتير قوي في التريتمنت اه يمكن حاجات بس اللي ها يعني اللي عايزة هايلايت كده وقف عندها انه الاتش الاتش is an aggressive life threatening condition نتيجة immune over stimulation ادى الى سايد قاين ستورب عندي تو تايبس من تايبس الفاميلي او البريماري او الانهاريتد وسبوراديك اللي هو الساكندري سواء الانفكشن لمالجنسي التشخيص صعب حقيقة تشخيص صعب ليه لان العينين بيبقوا عندهم يعني عين سخن وعنده شوية ما اي انفكشن هيعمل له كده يعني برضو ان انا اقول ده الاتش ما هيش سهلة كمان الابوراتوري ماركز ما هيش سبسيفك عشان كده في حاجة اسمها الاتش سكور انا ملحقش طراحة ادور عليها وعملها الاتش سكور ده سكورينج سيستم الاتش الاتش بندخل الاتش بتاعة العيان بيطلع لي في الاخر نتيجة يقول لي هو هايلي سجست الاتش ولا لا مش مش يعني بيقيس الاتش سكور فور سكورينج الاتش تمام الايرلي تريتمنت مهمة الديلي ممكن يهارم العيان جدا انا عندي تريجرز في البرائمري والسيكندري مش معنى ان هو برايمري انه مافيش تريجر لا فيه تريجر امتى هحتاج جيناتك تاستينج امتى هحتاج بون مالو ترانس وفي الاخر لازم لازم اعالج ال اتيرج انا خلصت وشكرا جزيلا على حسن استماعكم واعتذر عن يعني لو فيه اي حاجة مش مزبوطة احنا معنا خمس دقيق لو حد يحب يقول لي يعني خبرته او يضيف حاجة او يتناقش معي شكرا جزيلا والسلام عليكم